موسيقى الله أكبر يا إسلام صار الأذان ما بدك تروح تسلي لا دكتور لا بعوضها غير مرة كيف جرى؟ ايه بعرفك ما بتخلف عن الصلاة والله يا دكتور قبل ما اجي لعندك صار معي الحدث الأكبر أوف 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 حدث كبير ان شاء الله ما في شي خطير سببت أضرار لا شي حدا الحمد لله على سلامتك سيد إسلام شو إجباكيك نسعق الدكتور حدث أكبر يا أخي حدث أكبر مو حدث كبير وشو هاد الحدث الأكبر؟ هاد مصطلح إسلامي دكتور في عنا حدث أكبر وحدث أصغر ايه وبعدين ممكن تشرح دي المعنى؟ يا سيدي الحدث الأكبر هو الجنابة وفسر الماء بالماء طول بالك يا دكتور جايق بالحكي طيب طيب وسموه جنابة لأنه لما بيحدث الحدث الأكبر مع الشخص بيتجنب الصلاة ايه وانت هلأ عم تتجنب الصلاة مشان الحدث الأكبر؟ ايه نعم طيب شرح لي شو الأكبر وشو الأصغر؟ رح بلش بالأصغر دكتور متل ما بدك؟ الحدث الأصغر هو خروج البول أو الغائت يعني الخراع عب منك أو خروج الريح يعني الفساء والضراط عب منك وخروج هاي الأمور تفسد الوضوء ومشان هيك الحدث الأصغر بيتطلب الوضوء ولكن لا يتطلب أنه الواحد يخسل نفسه ايه والبول والخراء والفساء والضراط حدث أصغر؟ وشو الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر هو كالحيد والنفاس والاحتلام والجماع والحدث تبعك أكيد كان له علاقة بالجماع مو هيك؟ ايه والله يا دكتور ما قدرت امسك نفسي قبل ما اجي لعندك مرت واحدة حلوة من قدامي اجتني الشهوي ودخلت على المرأة ايه نعم والمرأة مستعدة دوما لتلبيت رغباتك اذا الأولى مو مستعدة التانية التالتة الرابعة ورسولنا القريم صار معه نفس اللي صار معي دكتور شو صار معه؟ كان في أحد المرات جالس مع أصحابه ومرت قدامه مرة حلوة ما أدري تحكم بحاله فات لعند مرته يقضي حاشته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اختسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء؟ قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك ففعلوا فإنه من أمثال عمالكم إتيان الحلال شايف كيف دكتور؟ فات اختسل لأنه هات حدث أكبر اختسل من برا بس من جوه ضل متل ما هو إذا خضيت المي ما بتطلع زبدي سيد اسلام شو أصدق دكتور؟ شكرا 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 شكرا